وهو يعني ما بينش حتى للإدارة دوت أو خلي بالك ممكن يكون ممكن على سبيل يعني الاحترافية ممكن يتكلم معهم أنا عندي مشكلة في كذا طب حلولي كذا المن واضح أنه هو خزن خزن وفجأة رح مطلع على الموضوع بشكل مفاجئ جدا وأنا أرجعت دوت يعني توافقني الرأي أو لا أن عملية خلي بالك مع احترامي طبعا لإدارة نادي الزمالك لكن دايما الصمعة بتوصل إنك لما يكون في نادي في أي حتى في العالم مدربين الأجانب بيجوا بيقالوا بشكل غير مهني وغير محترف ده بيسمع المدرب بيكلم ده وده بيكلم ده فأعتقد كارترون هو عنده كمان قناعة إنه هو حتى لما بيعرض عليه فلوس زيادة طب نديك مدعف المرتب لا أنا ماشي طب نديك ثلاث أضعاف لا أنا ماشي فهو بالنسبة له كمان هو عنده تخوف إنه ممكن جدا في أي وقت من الوقت يخسر مبارا ويمشي أعتقد إن ده بنسبة كبيرة صحيح وفي نفس الوقت كمان زي ما حضرتك ذكرت صمعة نادي الزمالك مع المدربين الأجانب سيئة جدا يعني ما افتكرش إن فيه مدرب أجنبي ساب نادي الزمالك بشكل فيه احتراف أو شكل فيه حتى نوع من أنواع الاتفاق المشترك بين إدارة النادي والمدرب دايماً يا إما بتكون إقالة مفاجأة يا إما هروب للمدرب يعني أنا شفت قبل كده جورفان فيرا ساب نادي ومشي ده حصل له موقف أغرب من الخيال إنه داخل القتيل قالوا له القتيل مش مدفوع فمش هنقدر نطلعك من القتيل ده مع بريرا اللي هو لأ فيرا كمان فيرا رجل محترم جداً قال لهم طابع جماعة شكراً للقتيل الحساب كامل حساب كذا تفضلوا قدي فلوسي وطلع خد شنطته ومشي من مصر باشيكو هرب وراح في البرتغال فضح الدنيا إنسيو الخناقة الفضيع اللي حصلت وبرضو نفس الكلام فأعتقد إنه ما فيش سيناريو كان طبيعي في خروج مدرب من الزمالك أجنبي آه يعني ولا مصر صراحة ولا مصر كمان خلينا نتكلم لكن الأجنب بالذات لأن دي كمان سمعة سمعة بلد سمعة نادي كبير نادي الزمالك نادي كبير آه اسمه كبير في على مستوى أفريقيا يعني السمعة دي بتفرق إنك لما بتنشي مدرب معه المدرب ده روح هيقول أنا مشيت إزاي في بلده